هذا ويدرس وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي وأفدت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة انطلعت عليها أن وزراء الطاقة الذين ينتظر أن يجتمعوا في التاسع من هذا الشهر ببروكسل سيناقشون الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة بما في ذلك تسقيف سعر الغاز الروسي وخطوط ائتمال طارئة لشركات العاملة في السوق الطاقة